صباح جديد يا جماعنا بحضراتكم مع زيانا المشاهدين وبرنامج مصر جميلة دائما بحضراتكم وبابناءها المخلصين في كورو فعلا ازاي انهاضوا بهذا البلد في كل مجال سواء المجال الصحي او المجال الزراعي او المجال الصناعي او النهاردة وكما هي العادة معانا فقرتين الفقرة الاولى بدكتها اللي بنحاول نطلع حضراتكم فيها على اهم الاخبار اللي بنحاوليها اليوم وبعدين بننتقل للفقرات الحوارية اللي خاصصناها للحديث من همين جدا بالنسبة لنا كمصريين نبدأ الاول بفقرتنا طبعا فيه كلم كتير جدا عن توطين صناعة الدواء فيه كلم عنه والخبر الاول بيكلم عن هذا الموضوع صفى مدبولي اكد على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء فيه تعمل نوع من انواع النهضة الكبيرة جدا في كافة الميادين الصحي نقدر من خلالها نساعد مش بس انفر قارة الافريقية وعلشان كده الرئيس عبد الفتاح استطلاق مبادرة باطلاق 30 من صالح اشقاءنا الافريقى الموجودين في القارة وده من خلال تواجده في المعرض والمؤتمر الأول اللي عقد في فترة من 5 ل 7 يونيو واللي حضروا السيد الرئيسة كبيرة جدا من الوزراء والمسؤولين والخبر التاني فبيتكلم عن الاستثمار وكلين عن الاستثمار هو النجاة بالنسبة لنا كمصريين احنا محتاجين نكتذب رؤوس الاموال القطاع الخاصة والقطاع الخاص المحلي او الاجنبي لمشيء المشروعات الكبيرة اللي بتقوم بيها والمشروعات الطموحة احنا عندنا طبعا صندوق استثماري والاستثمار حقبته رئيس الوزراء مباشرة لاهمية هذه الحقيبة على حل كل المشاكل الخاصة بالمستثمرين خاصة الاجانب منهم اقمار العالمية واطلعهم على الاجراءات الجنس وسياستها الجديد اقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من 30 ل500 من اجمالي الاستثمارات في موح جدا حيتم تنفيذه على اكتر من عام واكمله بحيث نلاقي ان القطاع الخاص المصري الورك وقادر يكون متواجد معنا في كل المجالات بصدد اعلان المسودة النهاء الوطنية للملكية الفكرية واللي حتمتد من 2022 ل2000 الرئيس عبدالفتاح السيسي حيطلقها بنفسه باذن الله في الفترة الخطوة الاولى من نوحة في مجال الملكية الفكرية بتتصل الاستراتيجية للملكية الفكرية مع الاهداف اللي وضعها الاوي اللي وضعها ايضا اجندة المنظمة الفكرية وكذلك بتتصل 2030 بتهدف طبعا هذه الاستراتيجية لبيئة تشريعية مواتية للحفاظ على الملكية الفكرية تغلال اصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماديا المعايير الدولية الحوار الوطني لابد ان يكون هناك بالفعل تم اختيار دكتور ديان عاما لهذا الحوار الوطني وخيموت فوزي ليكون رئيسا للامانة الفنية للحوار العام الحوار الوطني هيكون التشاور مع كافة الاطراف السياسية في هذا الحوار بالاضافة الى ان الاكاديمي الوطني للتدريب الحوار لوجستيا وحتوفر له الاماكن وحتوفر الحلقات النقاش وطريقة ادارتها اعلى بالاحزاب والسياسيين انها سعيدة باختيار ضياء رشوان مناصقة سعيدة ايضا باختيار دكتور محمود فوزي في منصانة العامة الفنية للحوار مجال التكنولوجي واهتمامها بمجال مصر اطلقت بالامس القمر الصناعي ناحد وده بيعد اضافة لمنظومة سي واضافة للمنظومة التقنية بواجهة عامة قمر الصناعي مزود باحدث الاجهزة وحزامات انترنت وحستطيع كمان ان هو يغطي مش بس ده هيمتد للمناطق النائية في مصر كاب بتعاني من ايضا الى القارة الافريقية فالف مبروك اطلاق قمر الصناعي نايل 301 وخبر جميل نختم به نجمعية النهاردة حيكون معانا بعد الفاصل النهاردة فقراتنا اقرتين الفقرة الاولى حتكون عن المعلمي الافريقي اللي تم انعقاده في مصر في الفترة 7 يونيو وحيكون معانا الاستاذين الكاتب الصحفي المتخصص حيكلمنا عن اهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر والمعرض الطبي طبعا ده الاول من نوعه في مصر اكيد له اثر جيدة جدا على مستوى في المجال الطبي في القارة الافريقية وتعاون القارة الافريقية مع دول ومسئولية دول العالم على انها تساند افريقيا والدوال ان احنا شوفنا ايه كان فيه مشاكل في لقاحات كورونا بالنسبة للقناقش ده كله ان شاء الله في هذه الفقرة اما الفقرة الثانية فحتكون جديدة والمتجددة واحنا دائما بنقول انه احسن نظام متنوع ما نقتصرش فقط على الطاقة ال果فورية واللي ايها بتخلص؟ على الطاقة المتجددة ولكن نوع من المزج بين انواع الطاقات المختاشة ألم عن التغيرات المناخية عارفين ان الطاقة الاخفورية لها ولذلك الاتجاه الى الطاقة المتجددة لابد ان يكون سريعة وده اللي مصر عملته بالاعتماد على الطاقة الشركتات كبيرة جدا زي محطة بنبان مثلا باسوان طاقة الرياح وغيرها من انواع الطاقات الاخرى النهاردة هلنقضنا الدكتور ياسر محمد مصطفى مدير معهد بحوث البترول اتقل تأثيرها في تخفيض الانبعاثات الحرارية وتأثيرها على المناخ دفع نكون في فقراتنا الحوارية الأولى واللي خصصناها للحديث عادة والمتجدد موضوع متجدد أيضا لأنه ده تحدي كبير جدا خاصة في 27 نوفمبر لكوب 27 وبنفعلا محتاجين أن نتكلم عن هذا الموضوع نبروزه بشكل أفضل حيخلينا نتخلص من آثار التغيرات المناخية الكبيرة في أنحاء العالم واللي بنشهد بعضها بشكل ضئيل اللي تصاعد في الفترة القادمة كنا دهما نتكلم عن من أنواع الطاقة ونستخدمها سواء الطاقة الأحفرية من جهة جددة لأنه لا يمكن الاعتماد على طاقة دون الأخرى ولكن الآن عن زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه علشان نحافظ على العالم وعالي العالمي بيحتل دور كبير جدا في هذا الموضوع وفي اكتشاف الطاقة الجديدة والمتجددة والتعامل معها والنهاردة هنتكلم عن طاقة العلمية اللي بتتكلم عن طاقة المتجددة وحنتكلم عن طاقتورية بالطاقة المتجددة مع دفنا دكتور ياسر مدير معهد بحوث البترول أهلا بحضركها دكتور ياسر أهلا وسهلا بحضرك طبعا حضرك يعني مدير معهد بحوث البترول والبترول بالأساس هو طاقة جددة طاقة أحفورية ولكن المعهد أكيد مهتم بكل فنتكلم الأول عن اهتمامات هذا المعهد وأنواع البحوث طبعا أنا عايزة أقول أنه العالم كله مهتم حاليا كان فيه مناسبة قريبة جدا اللي هو يوم البيئة العالمي خمسة يوم العالم بيوم صحيح لأنه طبعا بدأ من سنة ألف مؤتمر ستوكهون قال إن إحنا لا نملك سوى أرض واحد لنا التعامل والحفاظ على البيئة من سنة ثلاثة وقت بقى بدأ الاحتفال بيوم البيئة العالم من خمسين سنة إحنا كلنا شفنا أنه فيه تغير مناخي وفيه مشاقة وتنوع مصادر الطاقة وإحنا كجزء من البحث العلمي لأحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورأي زير البترول فمهتمين جدا بموضوع نعيز أقول لحضراتك أن مصر كانت صباقة لأن لو رجعنا إلى رؤية مين قالت الاهتمام بمحوري المياه والطاقة مصر تهتم بالطاقة إحنا أنت شايف حركة أنه مصر سوف تستضيف المؤتمر للمناخ اللي هو كوب 27 في شرم الشيخ إيه هو لزين التحول إلى الطاقة النظيفة هو ده الهد حاليا ويمكن مصر ستنزل بورقة عمل لأنها كلنا شفنا في مؤتمر إيجيبس ومدخلة فخامة رئيس لازم يكون فيه تحول تدريجي إلى الطاقة النظيفة طبعا مصر مستعدة من خلال أبحاث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهتمة جدا بأبحاث التي تهتم بالتغير المناخي تقليل الهتمة جدا برضه إحنا زي ما حالك قلت فيه عندنا بترول ولازم إذن أبحاث بتهتم بتقليل الإنبعاء بتدخل معنا في البيئة بالآخر الهايدروجين الأخضر طيب عايزين أخضر برضه إذن إحنا بنتكلم عن إن إحنا التحول إيه لدي ده أصبح ضرورة ملحة لحفاظ على البيئة لأننا لا نملك سوى أرد يعني التاقة الأحفرية إحنا بنحاول نقلل الإنبعاثات الصادرها مع تقليل الإنبعاثات ده محور والمحور الثاني هو الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنوع مصادر الطاقة تمام الرئيس علمنا عن الهايدروجين الأخضر في كل مؤتمراته وبنسمع عن استثمارات في المنطقة الاقتصادية القناة السويس شغالة على الهايدروجين الأخضر الأول بس معنا كلمة الهايدروجين الأخضر لأننا ما نعرفهاش كعامة يعني الهايدروجين الأخضر هو عبارة عن التحلل الكهربائي اللي نحللها فطبعا ده محطقة فقولنا هنستخدم الطاقة الشمسية في التحلل من سوري الهايدروجين والأكسجين الهايدروجين هو ده المصدر اللي حقيقة مصدر بديل للطاقة فاحنا برضو الأبحاث بتاعتنا برضو نخدم التحفيز الضوئي يعني ازاي نجيب مياه ملوّسة بقى الأبحاث بتاعتنا ونستخلص منها الهايدروجين رئيس الجمهورية واهتمام الدولة إنه حاليا بيتم وضع الهايدروجين الأخضر برضو مصر صباقة في هذا المجال إن الدول العربية إن احنا من أوائل الدول اللي حاليا بيتعمل استراتيجية أخضر مهم جدا أن يبقى عندك استراتيجية ورؤية لأن هي رؤية إلى النجاة الوقت إحنا منتظرين الاستراتيجية إنتي عندك بقى في مصر حاجة ميزة كبيرة جدا قاعدة بحثية ذخيرة موجودة من المعاهد البحثية والجماعات البعضة حيبقى عندنا دي بتعتبر المخزون العلمي لأنك إزاي بقى تعملي تكنولوجيا بنفسك إزاي تشوفي احطي رؤية مستقبلية لأن إحنا طبعا مصادر الطاقة بتستخدم حوالي 22% من مصادر الطاقة الجديدة بتهدف من خلال وضع بقى أو تحديث استراتيجية إنها توصل إلى 42% سنة 2035 أها المصر بتستخدمها طبعا رقم 22% رقم جيد جدا لأن إحنا دي ما كانش فيه رقم دخال الغير متجددة فقط فإن إحنا نبقى 22% كمان 42% بالضبط دهائل جدا نص الطاقة بتاعتنا من الطاقة الجديدة والمتجددة معظم الناس عارفة أن إحنا معتمدين على جزء من الطاقة الشمسية بحطة بنبان مثلا مثال لذلك وغيره في الزعقرانة لكن إيه أنواع المصر متتاجه إليها بس بحطر أنواع الطاقة المتعتمدة عليها وإن في هذا المجال إحنا شايفين طبعا طاقة الرياح حاليا دلوقتي مشروع زي ما شفنا أو أنا قريت في الجرائد المصري التواحين العملاقة يعني شوفي كل حاجة ليها كمان بحث العلمي بيشتغل فيها طبعا ما تبقى عملاقة حتديه طبعا مصدر ده المصر بتقول أو بتعبير الطاقة زي ما حالك قلت وده هنا المهم جدا عندنا إذن الأبحاث بتاعتنا عندنا برضو في المعهد في هذا المجال إنه إزاي بقى نزود المنتج المحلي أو الألواح إزاي نعملها ويمكن فيه مشروعات طبع العلمي في هذا المجال ولكن برضو البحث العلمي في جميع المعاهد إزاي نزود المنتج وإزاي بقى فيه نفس علمي إنه القدرة إزاي إزاي نستقطع البترول دي برضو أبحاث شغالة عندنا الطاقة النووية وشايفين برضو إنها بتمثل حاليا بنسبة الهدف إنها توصل بنسبة 3% مهم جدا برضو وهي دي مهم جدا إنه زي ما قلنا العملاقة الهايدروجين الأخضر طبعا وكلنا ووضع استراتيجي وكلها مصر يمكن في الفترة اللي جاية حتستخد البقى بناء محطات وتصدير هذه برضو الغاز الطبيعي وإنه هو برضو الإحلال فهو برضو طاقة نظيفة مهم جدا برضو يمكن احتفالا بقسم التحليل المعمل بحسي في جاب فيه إزاي اللي هو الطاقة كيميائية إزاي برضو البطاريات اللي سيمزل مجال ونزود اللايف تايم بتاعها شايفين العلم حيتجه إلى السيارات الكهربائية ويمكن أنا مع إحدى الشركات الأسبانية ونزلوا بقى كتا جدا وإزاي بعد كده شحن سهولة الشحن في عملية التخزين ودي الأبحاث ماشية إزاي يخزنه في مدة أطول أما هو الطاقة موجود جدا وسهل جدا بس إزاي نخزنه هي دي الأبحاث عندنا برضو تعاون مع جامعة هان يانج بإنتاج فلات باستخدام مواد نانوية إنها إزاي تقلت التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري باستخدام مغلقة برضو عايزين نعمل فالترز برضو إزاي برضو إبعاثات زي ما حالك قلت لك إحنا ماشيين في الاتجاهين تقليل الإنبعاث وفي حاجة برضو اسمعها الهايدروجين الأزرق اللي هو مصر بتستخدم وعندنا قاعدة بحثية في جميع جاهزين واستنبع وفيه برضو الوقود الحيوي إحنا برضو شغالين في هذا مهم جدا إن انت تبقى عندك مهائل من النفايات اللي ممكن استخدامها يعني المحر زي ما بنقول ورئيس عبد الفتاح السيحة تتكلم عن المعرض ولم قال إنه أفريقيا لو عندها محر إحنا عندنا يا قدر عالي جدا من النفايات والتحول لطاقة بالعكس حتبقى شيء مفيد بالنسبة لنا وحنطل هي مسببها هذه المخلفات الكبيرة جدا اللي عندنا إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ إدانا برضو كشعب لازم نعرف إدانا توعية يا جماعة البيئة مهمة جدا الحفاظ على تقليل الإنبعاثات مهمة جدا كلنا بقي وعي شعبي وعي علمي وعي زي ما شايفين الأراضة السياسية بتدينا قوة إن إحنا هنبقى مصر تحولت من إنها تاخد عم محتاجة طاقة إلا للطاقة ده طبعا كبير جدا من وزارة البترول ونا دايما بقول إحنا وإحنا ماشيين كلنا شايفين طفرة في الطرق موجودة في البحث العلمي هذه الطفرة موجودة في جميع القطاعات المصرية تحية بجد وده بيؤدي وارينا إنه مستقبل مصر كبير جدا ودايما بقول إن إحنا ما عندناش مصادر الطاقة دي كنا حنجد أكتر يبقى حنحتاج عملة صعبة أكتر إذا خطط استراتيجية بتؤدي إلى إنه نحسين بالأزمة العالمية الكبيرة قوي اللي حوالينا نتيجة سياسية البحث العلمي برضو بيقدر يساعد لإنه هدفنا دلوقت وإزاي ننقل الإمبعاثات إزاي برضو نستخدم زي الطاقة برضو فيه المياه بإنه تقديل الفاقد من المياه استخدام المياه الملوسائل الهايدروجين الأخضر مهم جدا يعني زي ما بقولك لو نخلص من التلاهوس المياه وفي نفس الوقت بننتج مصدر لك نشوف حضرتك برضو التكامل والتجانس ما بين قطاعات الدولة اللي كلها دلوقتي ما دوش إلا إزاي مصر كالعادة مجاح باهر في المؤتمر إنه المؤتمر ده بيقدر سنة الفاتي كان في إنجلترا السنة دي في مصر إن شاء الله أنا شايف إنه حيبقى فيه إبهار للعالم إزاي مصر حتست حيبقى فيه استخدام الطاقة الربية إزاي إن إحنا بنستخدم جميع أنواع مصادر الطاقة التنظيم الجيد وإحنا كلنا شايفين ندوات وعلى فكرة إن ندوات دي مهمة جدا ما يبقى فيه حوار علمي ده حيؤدي إلى مزيد من ابتكار هو كمان يعني يعني المهم إحنا حققنا إيه في المؤتمر جدا في رؤية مصرية حضرتك يعني كمان بتقولي إنه يعني الشرايح اللي خاصة بالطاقة الشمسية وغيره بقت أرخص ده مهم يعني إحنا كل ما بنيجي نستخدم طاقة متجددة الناس كانت بتخالي لها ده تكلفتها عالية جدا أعلى من الوقود الأحفوري تكلفة بدأت ترخص فده ممكن ينطبق على أي شيء آخر نحن نقتحمل الشيء كده البحث المهم إنه هو بيؤدي إلى تقليل التكلفة صحيح هو ده الحالي اللي موجود إزاي بقى المعاهد البحثية وإزاي البحث العلمي يتريين عندنا علماء أجلاء يعني العالم كله بيحتاجهم فهنقدره وإعزاز لكل عالم مصري وكل بكل أستاذ مصري لأنه بجد البحث العلمي أحراك بتشوفي يعني بدعوا الناس تيجي تشوف مجهود كبير بيتعامل تواصل أجياء وزارة بتدعم وزارة بترول بتدعم بجد ما يؤدي إلى ويمكن نرجع لرؤية مصر 20-30 قالت اللي احنا بنشوفها حاليا بتطبق على أعلى مستوى وإذا العلمي قاطرة تنمية مش مجرد كليشي لكن حقيقة وقاعة هي اللي هتدفع مصر الأمان تفاعل الدول المسببة في التلوث وهي الدول يعني الغافية إنها تتعامل معنا ومع قراءة إفريقية وتساهم وشارك في إزالة آثار ما قدمت يداها في رقود حضرتك شكرا جزيلا معنا دكتور رئيس معهد بحوث البترول شكرا جزيلا لحضرتك مصر جميلة ومستيج إلى بكل علمائنا في كل المجالات